وناس تقول بتاعته بعد قرار سيد وزير رياضة بعدم المد للنادي الاهلي أنا عايز بس أقول القرار مزبوط وثم رئيس الوزر رجع النادي الاهلي حصل يعني زوبعة داخل نادي الزمالك حالة استياء نائب رئيس مجلس دارة قدم استقالته تصرحات كتيرة من أعضاء مجلس دارة إن يعني إن ده وضع لي لي بنادي الزمالك معنا رأي حضرتك ايه هو الظروف مختلفة يعني الظروف الناديين مختلفة الظروف في النادي الزمالك كانت ظروف صعبة جدا بعد الالتراس وهجومه على النادي ووفاة أحد الأعضاء بإضافة للأجهزة الفنية كلها في النادي بقالها 17 شهر ما بتقبطش مرتباتها حصل تخريب في الفرق الجماعية الثلاثة كرة اليد والكرة السلة والكرة الطائرة اللعيبة الدولين كلهم مشوا تعمل لهم عقود فجة ومحدش دام قيمة العقود رفعوا أضايا على النادي كل الفرق خدوا أحكام يعني الموضوع كان حاجة قصية في حجم مديونية ضخمة جدا قلنا قبل كده كذا مرة مش محتاجين نقوله مرة تانية فده موقف ده موقف نادي الزمالك موقف النادي الآلي عنده ظروف مختلفة عنده لسه كسبان ولسه يعني فيه عنده مخالفات من وجهة نظر طبعا الجال الإدارية موجودة لكن الفوز بالبطلات عمل له تأثير إيجابي لكن أنا متصور أن رئيس الوزارة الحقيقة قراره ده ما كانش يتعمل ليه؟ لأنك أنت اختار وزارتك اختار وزيرك لازم تسنده لازم تسنده في قراره فالحقيقة القرار عاوز عاوز تعليقه من من نفس الدكتور آآ الببلاوي قائص الوزارة كنت بقوله يا دكتور قماني لازم يطلع يقول ليه عمل كده؟ طب وليه ما حصلش تدخل من البداية؟ يعني زي صلح زي تهدئة زي يعادهم مع بعض حل مشكلة اللجنة الأولمبية المصرية وزارة الرياضة لكن سايبه بقيم بتاخد قرار ضد قرار وزيرك أنا بيكون بيشتغل معايا واحد حتى في أي عمل خاص بياخد قرار ألغي القرار ولا أجيبه وأتكلم معاه وأشوف الدنيا ماشية زي الأول قبل ما ألغي بس المنتظر صراحة يا دكتور كمالك كل الزمال كوايا الرموز في كل تصرحاتهم مبارح في التليفزيون وفي الجرائد زعلنين قالوا يعني ليه كلام يمشي عالزمالك ومشيش عالأهل والزمالك يعني لهذه الدرجة بيعد بظروف صعبة وهو قبل كده ميشي عالأهل برضه في حالات كتير سابقة ميشي عالأهل بس من زمان شوية زايلت حضرتك؟ طبعا طبعا زايلت وضيقت لأن ده كلام ما صحش يتعمل فكرتوا أنتو يعني نائب رئيس مجلس زارة قدم استقالة اعتراضا على الموضوع فكرتوا أنتو تعودوا تتكلم معاه أو تلاقوا حل جماعي يعني بعض الناس قالت أنه كان قراره متسرع لازم كان يبقى قرار جماعي زي ما مجلس جي جماعي يمشي جماعي رأي حضرتك؟ والله أنا كلمته يعني هو كلمني قبل ما يعمل هو كان بيكلمني الأول شفت القرار كذا 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 وفيه فتكارار رئيسه زارة فقلتوله ده موقف عاوز يتبحث بشكل جماعي يعني فقفل يعني مقتنع وبقيم فتحت قاني التليفون وقال أنا معلشي أنا أزرني أنا مش قادر أستحمل أنا عاوز أستقيل بس فردي برضا دكتور بس فردي فقلتوله طيب يعني إحنا الوقت بالليل يعني كانت الساعة سبعة طيب بعد القرار ما قطل نتكلم بكرا مساعة الناس يعني ما بتبقى مصارى ممكن تاخد قرار يعني في حالته الطبيعية مش هياخده بالشكل ده هو مش شخصات المحترمة الحقيقة هو رجل المحترم طبعا وراجل كبير وكل حاجة يعني أنا الحقيقة مشوفتش مين هو لكل خير يعني وهو صديق على فكرة من قبل ما يبقى موجود معانا وحتى لو كان مكان مع الأستاذ ملوح عباس في مجلسه برضو كان صديق والرجل كان بيتصل ومنتصل بعض يعني عاد وأنا قبل ما هو يتعين في نادي الزمالك وبرضو كان ليه علاقة بيه شخصية وكده فالرجل محترم دكتور كمال ما فكر حصل عليه ضغط ضغط انت عارف الإعلام مرهق شوية يعني بيجي لك حد هو يسيرك يعني وكذا واحد ورا بعض ممكن الواحد ساعات بيصار يعني لو ما يقدرش يمسك نفسه أوه ما فكرش حركة احتراضا تقدمه استقالة جمعية يعني شوف تصريحات للكابتن أيمان يونس برضو بقول أنا بفكر أحمد مرتضى منصور برضو كان ليه تصريحات أنا الحياة حزين من القصة دي وأنا بفكر هو انت بفكر ما هو انت عندك مهمة بالسهلة ترجمة نانسي قنقر